كان الهدف الأساسي من هذه المناظرة هو الإسهام في التفكير الجماعي حول منظومتنا الجبائية من أجل يجعلها عادلة شفافة وتنافسية ومتجهة نحو تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وجعلها موافقة مع ببادئ الحكامة الضريبية الجيدة المتعارفة عليها دوليا وقد ارتكزت المنهجية المعتمدة في أشغال هذه المناظرة على التشاور الموسع مع مختلف المؤسسات الدستورية والبرلمان والهيئات العمومية والفاعلين الاقتصادين والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وجمعيات وكذا بعض الخبراء والمختصين في المجال الضريبي وذلك انطلاقا من تشخيص دقيق للمنظمة الضريبية الموطنية والإشكالات التي تطرحها كما ارتكزت على مقاربة شمولية ومندمجة لمعالجة مختلف الإشكاليات وأفاق تطوير المنظمة الضريبية الوطنية وحصر مكونات الإصلاح الضريبي المرتقب وكذا آلية تنزله والتدابير المواكبة له اشتركوا في القناة